على ضوء الاجتماع الحادي عشر الذي عقد سابقاً لقضاة وموظفية المحكمة الكنسية لمطرانية الروم الكاثوريك في عمان صرح الأب الأرشمندريد الدكتور بسام شحاتيد أن نتائج الاجتماع الذي حضره عدد من الأباء الكهنة والمحامين والموظفين أسفرت عن تطوير عمل المحكمة والتنظيم والتخطيط لها للمستقبل بحيث تم عمل نسخ إلكترونية للقرارات الصادرة منذ تأسيس المحكمة وتصميم برنامج إلكتروني لتسجيل القضايا وأرشفتها إلكترونياً كما تمت الموافقة على شراء شاشات وحواسيب إلكترونية لتزويد قاعات المحكمة بها